بسم الله الرحمن الرحيم رب يشرح لي صدري ويستر لي أمري واحلل عودة من اللساني يفضل قولي أهلا بيكم طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي ودرس جديد من دروس المراجعة هنبدأ مع بعض النهاردة مراجعة منهج شهر نوفمبر من خلال بعض الأسئلة والإجابة عليها هنبدأ بأول نوع من الأسئلة وهو choose the correct answer from A, B, C or D الاختيارات عندي between, next, behind, under طبعا في عندي كلمة two بعض النقط فهنقول الإجابة next to طبعا بيقولك بعض الناس بتعيش على الإجابة الصحيحة هنا تبقى houseboat ومعناها منزل على شكل قارب number three the ant is space than the B smaller, taller, shorter, bigger طبعا عندي كلمة than ودي مقارنة كل الاختيارات المتاهية ب-er اللي هي دليل إن هي صفات مقارنة كلها يبقى الفرق هنا هيكون في الميننج أو في المعنى طبعا وجينا قارنة الانت بالبي هنقول the ant is smaller than the B number four tomatoes are space before they are red طبعا بيتكلم على مراحل نمو الطماطم الطماطم في الأول بتكون لونها green بعد كده بتكون red يبقى الإجابة الصحيحة هنا tomatoes are green read and complete the text with the words in the box يعني هتستخدم الكلمات الموجودة في البوكس الأصفر عشان تكمل به النقطة الموجودة number one طبعا في البداية لازم تكون عارف معنى الكلمات اللي فوق يعني بتعرف كلمة lakes معناها بحيرات desert معناها صحراء habitats معناها بيئات أو مواطن mountain معناها جبل نبدأ نقرأ النص المفترض أن أنت بتقرأ النص كله there are different space around us plants grow in these different habitats يبقى من الجملة اللي بعدها فهمت على طول أنه يقول هنا there are different habitats بيقول أنه فيه مواطن كتيرة أو مختلفة حولنا plants grow in these different habitats habitats يعني النباتات بتنمو في المواطن المختلفة some plants grow near rivers and space طبعا احنا مش عارفين rivers and a لازم أكمل الجملة اللي بعدها these plants need a lot of water to grow بيقولك النباتات دي محتاجة مية كتير عشان تنمو يبقى أكيد البيئة المقصودة هنا بيئة فيها مية يبقى نقول lakes يبقى number two هتكون lakes these plants need a lot of water to grow some plants grow in the space habitat مش عارفين إيه الهبتات المقصودة المراضي these plants don't need a lot of water to grow مش محتاجة مية كتير علشان تنمو يبقى أكيد دي desert يبقى plants grow in the desert habitat read and match a with b طبعا سؤال read and match بيكون عندك two columns يعني عمودين اتنين العمود الاول بيكون فيه ارقام والعمود الناحية التانية اللي هو بيكون فيه حروف هنقرأ السؤال الاولاني والمفترض ان انت بتقرأ كل الاجابات للناحية التانية تختار الايجابة الصحيحة number one ايه بيكلم المفترض ان بيه هيرد عليه where is the school ده سؤال بيقولك اين تكون المدرسة ناحية التانية جايبلك special plant than the cat c بيقولك b the school is behind the supermarket d need a lot of water e the east of egypt on the red sea طيب نرجع تاني عشان نجاوب على السؤال where is the school طبعا الاجابة هتكون اللي هي letter c the school is behind the supermarket هو بيسأل عن مكان المدرسة و رضينا بانه هو خلف السوبر ماركت number two hergada is a city inn بيكلم عن مدينة الغردة ان هي مدينة في طبعا هنقول the east of egypt on the red sea اللي هي letter e number three papyrus is a very البابيروس ده اللي هو وراء البرد a very water a very special plant number four the elephant is bigger وكلمة bigger comparative adjective يعني صفة من صفات المقارنة فالطبيعي ان bigger مع بها يكون كلمة than ونقول bigger than the cat reorder the words to make correct sentences قاعد ترتيب الكلمات لكي تكون جملة صحيحة طبعا وانت بتحل في الامتحان يفضل ان انا اكتب الجملة كاملة بلاش موضوع الارقام ده لانه بدايء المدرس في التصحيح طيب السؤال بيقول لك taller giraffes than are camels لازم ارى الكلمات الاول وبعد كده ابدأ احل طبعا انا ببدأ لو هي جملة statement جملة خبرية لازم ابدأ بال subject او الفاعل بعد كده بشوف البرب بتاع الجملة واكمل معنى الجملة فهنا بيقول لك giraffes البرب هنا عندي هيكون كلمة are فاقول giraffes are taller than camels تاني الجملة number two post office where the is ده question سؤال يبقى المفترض انا ابدأ بالquestion word اللي هي عندي كلمة where وادور على ال helping verb او الفاعل المساعدة اللي موجود في الجملة اللي هو هنا كلمة is واقول where is the post office number three the my living room favorite is room احيانا الجملة الواحدة بيكون لها اكثر من اجابة فهو هنا ممكن في الجملة دي نقول my favorite room is the living room تمام ممكن اقول اجابة تانية نجرب كده my living room is the favorite room يعني هي غرفتي المفضلة السؤال اللي بعد كده punctuate the following والسؤال ده خاص بعلمات الترقيم roses are the most beautiful flowers طبعا اول حاجة begin the first letter of the first word in capital letter يعني ابدأ اول حرف فاول كلمة في الجملة بالكابتل فنقول roses هتبقى الار هنا كابتل وفي الاخر خالص اشوف الجملة دي هل هي statement ولا question هي هنا statement فننهي الجملة بفالسطوب choose the correct answer from a b c or d number one the grow under the soil بيقول لك ايه اللي بينمو تحت التربة جايب لك في الاختيارات leaves roots flowers shoots طبعا اللي بيبقى بينمو تحت هو الجذور اللي هي كلمة roots اللي هي letter b number two are made of cloth ايه اللي مصنوع من القماش هل هي tents houses apartments house boats طبعا الاجابة الصحيحة هتكون tents اللي هي الخيام هي اللي بيكون مصنوع من القماش number three space is the hospital طبعا ده question فمحتاج question word هنا فهنقول where where is the hospital اين تكون المستشفى number four laura is than hannah طبعا في كلمة than يبقى ديه comparative adjective على طول فهنختار اللي اخيرها er ونقول laura is nicer than hannah read and complete the text جايب لنا كلمات وهننزلها داخل النص hergada is a beautiful city in the east of space on the red sea طبعا الاجابة الصحيحة هنا هتكون the east of egypt يعني في شرق مصر على البحر الاحمر about one hundred ninety thousand people live in space مية وتسعين الف شخص بيعيشوا فين طبعا بيتكلم على hergada اللي هي الغرداء there are lots of things you can do in hergada you can go to the تستطيع ان تذهب الى or the sahara desert في الغرداء اي اما تروح sahara desert او تروح البيتش اللي هو الشاطئ you can also go to sahla hashish دي كل اماكن جوا الغرداء read and match number one we buy clothes الاختيرات النحية التانية they grow food for us and choose from the shopping mall my bedroom is my favorite room he can see the whole street tallest flower طبعا الاجابة الصحيحة هتكون بعد ما قلنا الكلام ده we buy clothes and choose from the shopping mall يبقى letter b number two the sunflower is the نبات دوار الشمس ديقول لك يكون وحطط لك كلمة the ماشي طبعا وارد حاجات كتير اويا من ضمنها ممكن تكون صفة تفضيل زي letter e the tallest flower يعني اطول نبات number three farmers work in the agricultural habitat يعني الفارمرز بيشتغلوا في البيئة الزراعية طيب يبقى الاجابة هتكون letter a they grow food for us بيزرعوا الطعام لنا four محادثة بين اتنين ايه بيقول which room is your favorite room يعني اي غرفة هي الفيبرت او المفضلة لك طبعا الاجابة صحيحة هتكون c my bedroom is my favorite room reorder the words to make correct sentences number one farmers eat grow for to food us طبعا زي ما قلنا الجملة دي خبرية هبدأ اشوف اركان الجملة يعني ابدأ بالفعل ثم الverb او الفعل بعضها يعني اقول farmers farmers grow a food for us to eat again farmers grow food يعني بيزرعوا الطعام for us لنا to eat لكي نأكل number two in armchair the living room is there طبعا هنقول the armchair is in the living room تاني the armchair is in the living room يعني الكرسي بيكون موجود في غرفة المعيشة number three then go left straight turn ahead طبعا كلمة go go straight على طول امان هنقول go straight ahead then turn left again go straight ahead then turn left number seven feng shui where is the supermarket طبعا ال-w بتاعت where لاننا في بداية الكلام و question mark في النهائل لاننا دهال الكلام choose the correct answer number one people who live on a or an space are living on water طبعا بيتكلم على ال-house boat اللي هو بيكون قارب على هيئة بيت طبعا عرفتها زي من كلمة on water يبنقول house boat number two i think the butterfly is the space beautiful insect طبعا كلمة the يبقى انا عايز صفة تفضيل تمام فانا عندي هنا اجابتين ينفعوا اقول the least beautiful or the most beautiful الاثنين grammatical صح يعني من ناحية القواعد صح لكن المينج هنا ايه ان الفراشة من اجمل الحشرات فانقول the most beautiful insect number three ancient egyptians used the papyrus to make طبعا ال-enchant egyptians اللي هم من خدماء المصريين بيستخدموا او استخدموا ال-papyrus to make ايه عشان يعملوا ايه طبعا مش هينفع اقول tea ولا coffee اكيد تمام لكن هم استخدموا ال-papyrus عشان to make paper عشان يعملوا وراء number four the school is in of the office طبعا كلمة of دي تخليني على طول اقول in front of ماشي خد بالك ان كلمة between معناها بين وبيكون بين حكتين يعني يزب يكون في حكتين اقول عشان اختار كلمة between وكلمة next عايزة كلمة to ماشي في حاجات سوابة كده اخد بالك منها طبعا كلمة on مش هينفع اقول on of ولا above of فاللهين فاقول in front of read and complete مالك lives in a small village in a swan the village is space to the nile طبعا كلمة to عايزة preposition next اقول next to the nile يعني بغوار النيل he lives in a small house with his parents and grandparents the house is in front of the nile يعني المنزل امام النيل the house is a school and a supermarket طبعا في كلمة and هنا فتعرف على طول ان انا هقول between وزا ما قلنا قبل كده ان الكلمة between عايزة مكانين two places فنقول the house is between a school and a supermarket there are many plants and trees the house فاضل عندي في الاختيارات ما خدتش كلمة behind وما خدناش كلمة on نشوف المين بتاع الجملة بقولك يوجد الكثير من النباتات والاشجار اكيد behind the house يعني خلف المنزل مش هينفع اقول on محدش بيزرع شجر ونباتات او اشجار عموما يعني تكون فوق البيت فالاجابة الصحيح هتكون behind read and match number one the hippo is heavier هنشوف الجملة اللي نحية الثانية a grow in the agricultural habitat b interesting bazaars c am happy d turn right then go straight ahead e then the cat يبقى لما اكتامل الجملة دي هنقول the hippo is heavier than a cat يبقى لان فيه هنا comparative adjective اللي هي heavier محتاج بعدها كلمة then number two beans plants and orange trees النحية الثانية طبعا احنا نقرأ كويس عشان نفهم المعنى هنقول هنا ايه grow in the agricultural habitat بتنمو في البيئات الزراعية three حوار بين اتنين a بيقول where is the hospital طبعا الاجابة هتكون d هيقول turn right then go straight ahead يعني اتجه يمينا وبعد كده مش طوال على طول number four mona is very kind بيقول ان mona طيبة جدا طبعا كلمة kind دي صفة اتناشي فالاجابة صحيحة هتكون and happy very kind and happy يعني لطيفة وسعيدة read the words to make correct sentences number one نقرأ جملة الأول put you the sunlight the plant in water it and هنبدأ بالsubject اللي هو you وبعد كده الverb اللي هو put فقولك you put the plant in the sunlight and water it again you put the plant in the sunlight and water it number two smallest is which animal the طبعا هنا الجملة دي عبارة عن سؤال وبدأ بكلمة which which يا جماعة في الغالب يعني يفضل أنا أقول which وبعدها النون على طول يعني أقولك which food do you like which sport do you play فهنا هنقول which animal is the smallest طب هل إنفع أقول which is the smallest animal صح تنفع ماشي ماشي فممكن أقول which animal is the smallest or which is the smallest animal number three supermarket the in front of is hospital the يبقى المعنين صح والجملة صح فانكي شويت the following we buy food from the super markets طبعا ال w هتكون capital في كلمة we لأنها في بداية الكلمة وفي الآخر فلسطة بيسألك عن البيئات اللي بتعيش فيها النباتات دي طبعا grow in the desert habitat letter a number two the fridge is the kitchen طبعا بيتكلم على التلاجة موجودة فين in the kitchen ومعناها موجودة في المطبخ number three about 190 thousand people live in 190 الف شخص بيعيش فين طبعا الاجابة رجابة اللي هي الغردقة number four خالد وجود كلمة معناها ان انا بتكلم في يبقى نختار الاجابة خالد read read and complete i like flowers i plant them in my garden i plant daisies roses and sun flowers space are the tallest and the heaviest flowers طبعا بيتكلم على نبات ان هو اثقل واطول نبات ده اللي sun flowers اللي هو نبات دور شمس طبعا كلمة beautiful دي long adjective يعني صفة طويلة المقطع فنقول the most the most beautiful flowers daisies are the smallest and the flowers طبعا كلمة the يبقى طول نقول the shortest ودي صفة تفضيل read and match a habitat is a place where living a in my bedroom b the couch c the nile d things live and grow e the ant is the smallest again a habitat is a place where living things live and grow يعني البيئة هي المكان اللي بينمو ويعيش فيه الكائنات الحية number two a بيكلم b which insect is the smallest طبعا الاجابة هتكون the ant is the smallest letter e number three i can relax and do homework الاجابة a in my bedroom number four the cat is under طبعا بقولك القطة تحت تحت اللي هي القريكة او الكنبة number one هنبدأ بالفعل اللي هو they وندور على الverb على طول they moved طبعا كلمة move بيجي بعدها فنقول they moved to a new apartment again they moved to a new apartment number two the where post is office طبعا ده سؤال فنبدأ بعدات الاستفام where وبعدها helping word بالفعل المساعدة عندي هو كلمة is فنقول where is the post office where is the post office number three اميرة than shorter is يارا طبعا دي جملة فيها مقارنة فنقول اميرة is shorter than يارا again اميرة is shorter than يارا طبعا فارمرز هنبدأ ب وفي الاخر هنحط فلسطوب لان دي جملة خبرين طبعا كلمة beautiful هي صفة طويلة المقطع يعني long سلب الاجكتب فبنستخدم قبلها اما more او less طبعا نعيز اقول ان هي اكثر جمالا من البلد فنقول more beautiful than ducks number two room is your favorite room طبعا اداة الاستفاهم هنا هنقول which معناها اي بالاختيار which room is your favorite room number three that has a big balcony اللي له بلكون كبيرة طبعا the house اللي هو المنزل number four plants need and sunlight to grow بتحتاج النباتات الماء وضوء الشمس read and complete my grand parents don't like living in the city they wanted to live on a so they bought some land طبعا كلمة on على طول نقول on a farm ودايما كده جماعة كلمة farm بيجي ابلها preposition on يعني فعش اقول i live in a farm اقول on a farm they planted millions of طبعا عندي اختيارين ممكن يحيرو seeds ولا fruits فانا هاختار كلمة seeds وهقول لك ليه دلوقت they planted millions of seeds يعني زرعوا ملايين البذور they used rain water to water the seeds طبعا كلمة seeds جات هنا هي بتأكد ان اختيارنا صح they grew many طبعا زرعوا ميني ايه بقى وجايب لك اختيارات بعدها او جايب لك examples بعدها ودي كلها بنقول عليها ايه fruits عشان كده بنقول لازم نقرأ القطع كلها they also brought animals واحضروا حيوانات read and match a with b number one my aunt and her family a next to the nile b the shortest flower c heaviest animal d d live on house e it's in front of the shopping mall طبعا الاجابة الصحيحة هتكون live on a house boat اللي هي letter d يعني نقول الجملة على بعضها my aunt and her family live on a house boat number two where is the office طبعا بيسعل على المكان الافس او المكتب letter e is the right answer it's in front of the shopping mall it's in front of the shopping mall هنا بيحدد مكانه انه امام مركز التسوق the day z is ده احد النباتات هنوصفه نقول the shortest flower the shortest flower معناها اقصر نبات طب ليه ما اخدتش next to the nile لان احتاجها في الجملة اللي بعدها next to the nile طبعا لما تشك في جملة بزاة سؤال الماتش ده خليها للاخر واكيد هتبني الاجابة الصحيحة reorder the words number one on the armchair cat is the طبعا بنقرأ الكلمات الاول قبل منبدأ نحل نقول the cat is on the armchair again the cat is on the armchair يعني القطة تكون فوق الكرسي number two the second take right on it's the corner هقوله take the second right يعني خد تاني mean it's on the corner انه على الناصية جملة دي عبارة عن جملتين في بعض خد بالك منها قوي take the second right it's on the corner number three flower which is heavier الاجابة which flower is heavier again which flower is heavier فانك شوية the following our tomato plants are growing on the balcony our the o capital وفي الآخر نحط فلسطوب وبكده نكون وصلنا للهات مراجعتنا أتمنى أكونوا استفدتوا وتمنياتي بالتوفيق للجميع شكرا لكم